نيوزكاست اقتصاد معالي السمان للابتكارات في مجال أهملته الشركات المصنعة للأدوية لأنه لا يدر أرباحاً كبيرة بحسب تحقيق لوكالة فرانس برس وأوقف قسم كبير من شركات الأدوية الرئيسية منذ سنوات الأبحاث المتمحورة على المضادات الحيوية والتي تعد طويلة ومعقادة واحتمال فشلها مرتفع بحسب فرانس برس فما هي التحديات مستمعين أمام هذا القطع الاستثماري الكبير في مجال صناعة الدواء وتحديداً صناعة المضادات الحيوية للإجابة على هذا السؤال وغيره من الأسئلة ينضم إليه الآن دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة في جامعة عين شمس المصري أهلاً بك معي دكتور إسلام أهلاً وسهلاً صباحاً خير صباح النور هل بالفعل بدأنا يعني نشعر بشح فيما تعلق بإنتاج المضادات الحيوية الجديدة؟ ده صحيح ويعني شكراً على المقدمة هو بالفعل الإنتاج لأي مضاد حيوي أو أي دواء بياخد في غضون عشر سنين خمستاشر سنة لو بنتكلم في مثلاً تقريباً عشر تلاف تجربة عشان يطلع منها دواء واحد ناجع طبعاً بعد ذلك كانت قلت بس لسه طبعاً الوقت ده طويل هل بالفعل اللي تدرب حان دكتور إسلام يعني فيما تعلق بأرباح المضادات الحيوية؟ وإن كانت بهذا الشكل لماذا من وجهة نظرك؟ هي في سببين السبب الأول أن المضاد الحيوي كفكرة ابتكارية هي قليلة أننا نجد حاجة ناجعة وفعالة أكتر من اللي طلع بالفعل لأن عدد البكتيريا اللي موجود حالياً هو سابق ما بتغيره فالمنافسة شديدة جداً ده السبب الأول يعني سبب الثاني أن إنتاج المضاد الحيوي بعد ما تختارع الشتكة في 15 سنة وتكلف تقريباً مليار يورو بيبقى سهل جداً تقليده فبالتالي منافسة في السوق سواء كان الأسواق اللي بتحمي حول ملكية يعيبقى فيه منافسة شريفة وكل حاجة وصعود بيت الشركات ولكن معظم البلاد اللي احنا بنتميها الأسواق الناشئة هي عندها قانون بيحمي بمنها أسواق ناشئة أن هي ما تبقاش متبعة لحماية الملكية الفكرية فبالتالي أول يوم بينتك في مضاد الحيوي الثاني يوم بتلاقي الشركات المحلية بتتطنع نفس الدواء فبالتالي هو بيبتدي يخسر فلوس فبتدوا يتوجهها لحاجة بيسموها الأدوية البيولوجية ومعظم الشركات الكبرى ابتدت اندرست وابتدت تحط استثماراتها في الأدوية البيولوجية زي أدوية المناعة وأدوية السرطان وتقلل مضاد الحيوي للأسف إحنا حالياً بسبب هذا الموضوع وسبب أن الجسم الإنسان البشري والبكتيريا بيتدت بأقوى بيموت بيتوفى على مصر العالم في حدود مليون ومتين ألف شخص كل عام بسبب أن البكتيريا اللي موجودة حالياً هي بكتيريا مضادة للمضاد الحيوي بيسموها السوبر بكتيريا وتأدي للوشك نعم هل من الممكن أن تمدنا دكتور إسلام بإحصاء حول معدل إنتاج المضادات الحيوية خلال العام الجاري وما هو المعدل الذي من المفترض أن تكون عليه الآن من قبل شركات الأدوية الكبرى سواء نحن هنرجع قبل دي شوية أن حجم الـ R&D أو البحث والتطوير هو موجود بنسبة تقريباً 80% على مستوى العالم من قبل الشركات الخاصة صحيح أمريكا النسبة عندها بالزاة 50% فبتتدخل ولكن فكرة أننا تجيب البحث والتطوير في مضاد الحيوي فقط لشركات الخاصة وهو خضع الربحية بتاعة الشركات نعم نعم في هذه السنة فيه بيسموها أو فيه ثبات في مستوى الأرباح لمضاد الحيوي ابتدت الأسعار تقل قاعدين هنتكلم طبعاً على سوق الدواء على مستوى الشرق الأوسط في حدود تتين مليار على كمان سنتين هيبقى فقط عشرين في المائة منهم هو جاي من المضاد الحيوي ومش هيزيد النسبة دي فكل وص على سوري اثنين في المائة كلها بصص على النسبة الكبيرة واللي هي عشر في المائة تقريباً على سوق الأورام والسوق للأدواء الحديثة البريولوجية نعم ده سريعاً لو هيبقى فيه ابتكار هو فيه فعلاً ابتكار لدويين فقط جداد المضاد الحيوي احتمال يزيد السوق قليلاً السنة الجاية لما يحصل لهم إنتاج وتوفير في الأسواق العالمية وبعدها بعام لما تبقى موجودة في الأسواق في شرك الأوسط نعم ده نبضة بسيطة ولما تغيرش السوق هيبضل سوق يقل وهيبضل شركات انفست أو كتيرت استثمار أقل كل سنة بعد السنة في النبض الحيوي نعم ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذ دكتور إسلام من أجل يعني أحياء هذه الصناعة بشكل قوي وإنقاذ الموقف بالطبع يعني مثل ما أنت ذكرت أن الأمور سيكون لها تدعيات على مختلف القطعات الصحية أول حاجة تبخل الدول في البحث والتطوير لأننا نطول نحن سعيد منها للربحية الشركات تحققهم هيو دايما خلق على حساب الربح والخصوار ولكن تقع عليها مسؤولية كبيرة أيضاً أليس كذلك الشركات الكبرى تحديداً ولكن في الآخر هي شركات خاصة هو مش هينتج دواء أو أن أنا أدعمه يعني أن أنا أوفل له البحث والتطوير مثلاً أو أوفل له مساحات معينة من البيع ليه هو بس مثلاً أو أن أنا أشارك معه في البحث والتطوير ولكن هو اللي يخليه يقعد 15 سنة يحاول في منتج يطلع أو ما يطلعش يصرف مليارات بجواراته في الآخر إلى أنه ما فيش قير بحية لازم يجب أن يكون هناك تعويض من الحكومات والدول أو تدخل مباشر من الجامعات على مستوى العالم أن هي اللي تعمل البحث والتطوير الحاجة الثانية هي إحنا محتاجين وده ضروري جداً أن تدخل في كل العالم يبقى فيه زي أورنس أو فيه توعية على فكرة البكتيريا المضادة للمضاد الحياوي وأن المستشفات تقنن استخدامها الحياوي لأننا كلنا نستخدمه أكتر وما فيه عندنا احتياج أكتر لأنه فيه مداد حياوي جديد كل ما نستخدمه أقل كل ما نبقى أحسن إذن المستالك عليه مسؤولية هو الآخر دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوباء في جامعة عين شمس المصري أشكرك شكراً جزيلاً لوجودك معنا في نيوزكاست اقتصاد شكراً لك